بسم الله الرحمن الرحيم او برنامج فني معامل احنا اخدنا في الحلقات اللي فاتت اخدنا المخرج رقم واحد اللي هو يجهز ادوات اخذ العينات والنمازج المختلفة طبعا احنا قلنا ان المخرج رقم واحد بنستعرض فيه اهم الادوات والاجهزة المستخدمة في تجهيز العينات والنمازج سواء كان نمازج نباتية او نمازج حشرية وحيوانية لاجراء عملية الفحص وايضا كيفية تجهيز الاجهزة المختلفة سواء كان الحضانات او اجهزة التعقيم او حتى الميكروسكوب او اجهزة الفحص المختلفة كيفية تجهيزها لاجراء عملية الفحص وايضا اخدنا مع بعض في المخرج رقم واحد كيفية تعقيم الادوات وقلنا انه التعقيم عموما هو الابادة الكاملة لجميع الكائنات الممرضة او الميكروبات اللي موجودة على المواد والادوات وقلتلكوا انه التعقيم عموما لتلات اغراض اما ان يكون فيه مجال العمال البكتريولوجية او حتى في المجال الطبي او في مجال حفظ وصناعة وتعبية الاغذية وقلنا ايضا انه التعقيم بيتم اجراءه بتلات طرق مختلفة اما ان يكون بالطرق الفيزيائية او بنقول على الطرق الطبيعية وان ده بنستعمل اما الحرارة واما الاشعاع والحرارة عندنا لها اكثر من جهاز واكثر من طريقة اما باستخدام اللهب المباشر او باستخدام البخار الساخن او حتى التسخين على درجة حرارة اقل من الغليان اللي احنا دايما بنسميها عملية البسترة والاشعة او استخدام الاشعة بيتم استخدام اكثر من نوع من الاشعة سواء كان الاشعة اكس او اشعة جاما او الاي ار اللي هو الاشعة تحت الحمراء او الالترا فيلوت الاشعة الفوق بنفسجية كل دي بتبقى انواع مختلفة من الاشعة لها القدرة على ان تعمل على تصبيت وقتل المايكروبات الضارة وبالتالي اتمام عملية التعقيم واخدنا ايضا من طرق التعقيم اللي هو التعقيم باستخدام المواد الكيموية وكلنا دلوقتي بنستعمل المواد الكيموية بصورة او باخرى في اجراء عملية التعقيم عندنا استخدام الكحول الإيسيلي استخدام حمض السوربيك استخدام كولوريدز بقيق الفينول أي كان نوع المعاقم الكيموي المعاقم الكيموي عموما بيقضي على الميكروب عن طريق إجراء عملية تجفيف لخلايا الكائن الحي الدقيق ونزع الوطوبة منها وبالتالي بيفقد القدرة على الحياة ويموت الكائن الحي الدقيق الممرض وأخذنا أيضا من طرق التعقيم أعزاء الطلبة والطالبات اللي هو التعقيم باستخدام المرشحات وقلنا أنه ده اسمه فصل ميكانيكي للسوائل التي يخشى أن تتعرض للتلف عند تعرضها أو تعقيمها باستخدام درجات الحرارة المرتفعة والتعقيم الميكانيكي عندنا أمثلة كثيرة ومتعددة للمرشحات عندنا مرشح زايتس، مرشح بيركفيلد، مرشح تشامبرلاند، ومرشح الزجاج المسامي كل ده بتبقى أنواع مختلفة من المرشحات الفكرة العامة في عملية الترشيح أن أنا بستخدم مرشح له سقوب دقيقة حجمها بيكون أقل من الواحد مايكرون وبالتالي بيكون لها القدرة على حجز الميكروبات وفصلها عن السوائل المختلفة وأهم سائل بيتم تعقيمه باستخدام المرشحات طبعا هو الدم أو سيروم الدم وقلتلكم بعد كده في المخرج رقم 2 اللي هو يأخذ العينات والنمازج النباتية بالطرق المختلفة وخلي بالكوا أن المخرج رقم 1 هو مخرج مشترك بين النبات وبين الحيوان أو بين الحشرات بينما المخرج رقم 2 هو مخرج مخصص لمادة بيولوجي النبات أو مادة النبات والمخرج رقم 3 اللي هنأخذه برضه في حلقة النبات إن شاء الله هو مخصص أيضا لبيولوجي نبات بينما المخرج رقم 4 والمخرج رقم 5 هما مخصصان لبيولوجي الحشرات أو بيولوجي الحيوان احنا في الوحدة دي الهدف الأساسي من تدريس الوحدة أن الطالب يكون مكتسب للمهارات والسلوكيات والمعارف اللي بتأهله لكيفية التعامل مع الأدوات والأجهزة المختلفة في معمل الأحياء وكيفية تجهزها وإعداد العينات وكيفية أخذ العينات والنمازج المختلفة وتجهزها لعملية الفحص طبعا احنا أخذنا في المخرج رقم 2 أماكن أخذ العينات النباتية وكيفية أخذ هذه العينات سواء كان في الحقل واخذنا جزء في المعمل وقلنا أنه طريقة أخذ العينات في الحقل بتتوقف على نوع الإصابة ومكان الإصابة سواء كان الجزر سواء كان المجموع الخضري سواء كانت السمرة وقلت لكم أنه كل مسبب مرضي بيبقى له طريقة معينة في أخذ العينة في الحقل وإعدوات الأخذ عرفناها مع بعض واستعرضنا فيديوهات في الحلقة السابقة بتبين لنا كيفية أخذ عينا سواء كان في الحقل أو في المعمل احنا أخذنا في الحلقة السابقة أيضا أنه من طرق أخذ العينات في المعمل اللي هو طريقة القشط وطريقة القطع وطريقة السلخ دول التلات طرق اللي احنا أخذناهم في الحلقة السابقة عند أخذ أو إجراء عينة أو تحضير عينة من نبات مصاب كيفية تحضيرها ووضعها على شريحة لإجراء عملية الفحص فيما بعد تعالوا بينا عزاء الطلبة أوي الطالبات نستعرض مع بعض باقي طرق أخذ العينات في المعمل وكيفية إجراء عملية الأخذ للعينات النباتية المصابة وأيضا لعينات المياه تعالوا بقى نستعرض مع بعض على شاشتنا المتميزة كيفية أخذ العينات في المعمل رابع طريقة معانا من طرق أخذ العينات في المعمل احنا طريقة بنقول عليها طريقة السحق أو التمزيق وبتستخدم هذه الطريقة عزاء طلبة أوي الطالبات لدراسة البكتيريا كونها بتكون داخلية التطفل وبيتم ذلك عن طريق إجراء عملية هرس للجزء النباتي المصاب بوسطة إبريتين من إبر التلقيح أو حتى بوسطة الهون الصيني وطبعا هذه صورة بتبين لنا عينة تم إجراء عملية السحق بها لفحصها فيما بعد تعالوا بقى نشوف فيديو بيبين لنا كيفية تحضير شريحة أو عينة بإجراء عملية القاطع هذه الأدوات المستخدمة عندنا شريحة زجاجية، ميكروسكوب، جطاء الشريحة أو الكفر، صبغة اليود، النبات الجزر طبعا ده مهم جدا وطبق بتري، وملقط، وكأس به ماء بيتم في البداية عمل قطاعات من النبات بصورة دقيقة للحصول على أقل السمك ممكن سواء كان قطاع طولي أو قطاع عرضي للتعرف على الأنسجة الداخلية للنبات وأيضا إذا كان النبات ده مصاب مسبب مرضي سواء كان مسبب مرضي فطري أو بكتيري بيتم فحص الجراسيم الداخلية وميسيليم الفطر والحوامل الجرسومية للميسيليم بيتم طبعا وضع صبغة اليود على الشريحة ثم بيتم تغطية الشريحة بالكوفر وبعد كده بيتم وضع الشريحة على مسرح الميكروسكوب وبعد كده بيتم فحص الخلايا والأنسجة النباتية بالعدسة الزيتية أو حتى بالعدسة المكبرة تعالوا بقى نستعرض مع بعض عزيزي الطلبة والطالبات من طرق أخذ العينات في المعمل أيضا هناخد بقى كيفية أخذ عينة المياه طبعا عينة المياه بتأخذ من ماء الحنفية أو حتى بنقول على ماء الصنبور بيتم ذلك بعد فتح الصنبور لفترة تتراوح من 30 ثانية إلى 3 دقائق ثم بيتم ملء عبوة العينات المعقمة بالماء هذه صورة معانا بتبين لنا كيفية أخذ عينة المياه من الصنبور ودي طبعا صورة أيضا بتبين كيفية إجراء عملية الفحص تحت الميكروسكوب هذه فيديو تعليمي عزيزي طلبة والطالبات بيبين لنا كيفية أخذ عينة المياه من ماء الصنبور أو حتى بنقول عليه ماء الحنفية بيتم إزالة الجزء المحتوي على الأملاح من الصنبور ثم بيتم تنظيف فتحة الصنبور جيدا لإزالة ما بها من أملاح ورواسب وزي ما قلت لكم بيقوم بفتح الصنبور لمدة كافية من الوقت ثلاثين ثانية أو حتى ديتين ثلاثة وبعد كده بيتم تكفيف المياه مرة أخرى بوسطة الورق الترشيح ثم بيقوم بشايفين العملية دي دي عملية تعقيم باستخدام المواد الكيموية لفتحة أو فوهة الحنفية أو الصنبور ثم بيقوم بفتح الصنبور مرة أخرى وبعد ذلك بيقوم بملء زجاجة أخذ العينات من ماء الصنبور وهي في صورة مائلة وبيبي طيار ماء خفيف حتى نهايتها ثم يقوم بإجراء عملية قفل لزجاجة أخذ عينة المياه زي ما انتوا شايفين معنا في الفيديو وبعد كده بيتم قفل الصنبور ووضع شريط لاصق على غطاء زجاجة أخذ العينات وبيتم بقى وضع ملصق أو بطاقة البيانات على الزجاجة وبيدون عليها وقت أخذ العينة ومكان أخذ العينة والغرض من أخذ العينة في تدريب بقى عملي حناخده مع بعض أعزائي طلبة ووي الطالبات بيقول لك قم بأخذ عينة عن طريق العمليات الآتية قشط بشرة ورقة نبات مصابة بمرض البياض الدقيقي طبعا أنا حابب بس أوضح لكم نقطة مهمة جدا أعزائي طلبة ووي الطالبات احنا عندنا لما يكون عندنا مسبب مرضي لابد من تحديد نوع المسبب أولا ثم تحديد أعراض الإصابة الموجودة على النبات وبالتالي أنا بحدد مكان أخذ العينة طبعا مكان أخذ العينة أعزائي طلبة والطالبات مهم جدا للحصول على عينة ممثلة لنوع الإصابة وبالتالي أنا لما أجي أفحص حيكون عندي صورة عن مدى الإصابة اللي موجود فيه سواء في الحقل أو في المعمل عند أخذ العينة بصورة صحيحة لابد من التعرف على نوع المسبب المرضي وأيضا المكان الذي يصيبه هذا المسبب يعني أنا أمديكم مثال زي ما أخذنا في الحلقة السابقة لو أنا عندي إصابة بزبول يبقى لازم أخذ العينة من منطقة الجزر مع جزء من منطقة الريزوسفير أو حتى بنقول عليها منطقة المجال الجزر اللي بتكون محيطة بالشعيرات الجزرية من التربة وممكن أخذ أيضا عينة من الحزم الوعائية أو الاصطوانة الوعائية لمنطقة الإصابة لو عندي إصابة بالبيض الدقيقي أو حتى بالبيض الزغبي لازم أخذ العينة من المجموع الخضري لو عندي إصابة بالعفان على السمار أو اللفحات يبقى لازم أخذ العينة من جزء المصاب اللي هو السمرة طبعا طرق أخذ العينة في الحقل عرفناهم مع بعض ودي هتجيلك عند التقييم في بطاة أو دليل الأداء في صورة بطاة الملاحظة وأيضا في دليل التساؤل في صورة الامتحان التحريري طبعا لازم تكون مدرب جيدا والمقيم يطلب منك أثناء عملية التقييم كيفية أخذ عينة بطريقة القشط أو بطريقة السلخ أو حتى بطريقة الهرس أي أن كان ويقول لك مثلا عندي إصابة بالزبول على نبات القطن مثلا أو نبات الدرة كيف يمكنك أو ما هو المكان الذي تأخذ منه العينة وما هي الأدوات التي تستخدم في أخذ هذه العينة يبقى الهدف من دراسة وحدة تجهيز النمازج والعينات للفحص هو تدريب الطلاب على كيفية أخذ العينات لإجراء عملية الفحص وأيضا كيفية تجهيز وتعقيم الأدوات المستخدمة في أخذ العينة وأيضا في فحص العينات تعالوا بقى نستعرض التدريب مع بعض على شاشتنا المتميزة بقول لك قشط بشرة ورقة نبات مصابة بالبياض الدقيقة يبقى على طول أستخدم طريقة القشط ويبقى عندي الورقة المصابة لأحد العوائل المصابة بمرض البياض الدقيقة الطريقة الثانية سلخ ورقة نبات مصابة بالبياض الزغبي طبعا عملية السلخ احنا قلنا بنستخدم فيها المشرط أو الموس الحاد عمل قط قطاع عرضي في ساق وجزر ورقة وساق وجزر يعني طبعا لازم أستخدم مشرط وانتو شفتوا معنا كيفية عمل القطاع على نبات الجزر ونبات الورد في الحلقة السابقة وأيضا في حلقة النهاردة هارس جزء نباتي عن طريق الهون الصيني طبعا بستخدم جزء نباتي وبضعه في الهون الصيني أو بين إبرتي التلقيح وأقوم بعملية الهارس لحصول على عينة من الأنسجة الداخلية للنبات المصابة أخذ عينة مياه من الصنبور أو من الحنفية يبقى زي ما تعلمنا في الفيديو أنا بقوم بعملية تنظيف لفتحة الصنبور ثم بعد ذلك بأترك الماء لمدة معينة مفتوح وبعد كده أقوم بعملية التعقيم ثم أحضر زجاجة أخذ عينة المياه ووضعها في صورة مائلة وبعد كده تملأ إلى نهايتها وبتم وضع غطاء زجاجة أخذ العينات ولسكه جيدا لعدم تلوثها وبعد كده بتم إرفاق بطاقة البيانات على زجاجة أخذ العينات بالطريقة الصحيح تعالوا بقى نستعرض مع بعض عزاء الطلبة أو الطالبات بطاقة الأداء في صورة بطاقة الملاحظة أو دليل الأداء في صورة بطاقة الملاحظة لمخرج التعلم رقم 2 اللي هو يأخذ العينات والنمازج النباتية بالطرق المختلفة خلي بالكوا لازم إحنا نضربكوا سواء كان في المؤسسات التعليمية أو عبر شاشتنا على التلفزيون المصري على كيفية أو أدوات التقييم اللي أنت حتتقيم بناء على أساسها إحنا هنا في بطاقة الملاحظة هذه صورة بطاقة الملاحظة اللي أنت حتتقيم بناء عليها بيكون موجود في أعلى البطاقة اسم المخرج واسم المعيار وعندك فرصتين للتقييم الفرصة الأولى في نهاية عملية التدريب على مخرج التعلم ثم الفرصة التانية لمن أخفق في الفرصة الأولى وبتم إجراءها خلال أسبوع من تاريخ الفرصة الأولى وهنا بيدون التاريخ وتوقيع المقيم طبعا إحنا عندنا المعيار رقم 2-3 لو يجمع النمازج بالطرق المناسبة وفقا للإرشادات بيجمع عينة النبات بالكامل مع جزء من التربة في حالة الإصابة بمرض الزبول وفقا لشروط العينة بيجمع عينة الأفرع المصابة بالطول المناسب بيشمل جزء مصاب مع جزء سليم وفقا لنوع الإصابة لو عندي موت الأطراف لو عندي زبول لو عندي تقارحات على الأوراق أي أن كان النوع بيجمع عدد من التضارونات أو التقارحات بأقل حجم ممكن وفقا لنوع العينة بيجمع سنابل القمح مع جزء من الساق في حالة الإصابة بالتفحم السائب في القمح أو التفحم الموطأ أو أي نوع من أنواع التفحم اللي احنا درسناها بيجمع جزء حي من النبات مع الجزء المصاب في حالة وجود أعراض موت القمة في النبات وفقا لنوع الإصابة وفي نهاية البطاقة بيتم التوقيع من قبل المقيم والمحقق الداخلي والمحقق الخارجي تعالوا بقى نستعرض مرة أخرى مخرجات التعلم في وحدة تجهيز العينات والنمازج للفحص أول مخرج احنا درسناه مع بعض يجهز أدوات أخذ العينات والنمازج المخرج الثاني اللي احنا لسه مخلصينه اللي هو يأخذ العينات والنمازج النباتية بالطرق المختلفة المخرج الثالث اللي احنا بصدده في حلقة النهاردة اللي هو يجهز العينات والنمازج النباتية للفحص والمخرج الرابع الخاص ببيولوجي حشرات وبيولوجي حيوان اللي هو يأخذ العينات والنمازج الحشرية والحيوانية بالطرق المختلفة والمخرج الاخير ان شاء الله هندرسه مع بعض في نهاية الوحدة اللي هو يجهز العينات والنمازج الحشرية والحيوانية لاجراء عملية الفحص تعالوا نشوف المخرج رقم 3 اللي هو مخرج التعلم يجهز العينات والنمازج النباتية للفحص معين الاداء عندي معيارين لتقييم اداء هذا المخرج اللي هو المعيار رقم 3-1 يضع العينات والنمازج في العبوات المناسبة وفقا لطبيعة العينة والمعيار 3-2 يضع بطاقة البيانات على العينات والنمازج وفقا لنموذج بطاقة البيانات طبعا عزاء الطلبة والطالبات معايير الاداء هي الدليل الاسترشادي اللي من خلاله بيديني انديكيتور او بيديني مؤشر عن مدى الانجاز اللي تم تحقيقه من خلال عملية التدريب وعملية التقييم في مخرجات التعلم المختلفة طبعا احنا عرفنا ان مخرج التعلم ده يعني جملة بتديني مؤشر للطالب عن ما يطلب منه تنفيذه بصورة مستمرة وبصورة صحيحة وبتم تطبيق المهارات والمعارف والسلوكيات المختلفة في اطار من معايير اداء قياسية بتم تقييم الطالب من خلالها من يطبق معايير الاداء بصورة صحيحة وبصورة سليمة فهو جدير في المهارة او في المهنة المعينة ومن يخالف هذه المعايير او يتخطاها او حتى ينسى انه يطبق اي معيار من معايير الاداء فهو غير جدير لانه طبعا معايير الاداء مهمة جدا لانه اديكم مثال على مثلا قواعد السلامة والصحة المهنية انت عندك وحدة كاملة في فن معامل اسمها وحدة السلامة والصحة المهنية ما عنديش مشكلة ان انت تطبقها باستمرار في كل الوحدات اللي انت هتدرسها سواء كان بقى وحدات خاصة بالجزء الخاص بالكيميا او الفيزياء او حتى البيولوجي فانت بتستغل دراستك لوحدة السلامة والصحة المهنية علشان خاطر لما تدخل معمل الكيميا او معمل الفيزياء او معمل الاحياء يكون ملتزم بقواعد الامن والسلامة والصحة المهنية للمحافظة اولا واخيرا على سلامتك وسلامة زملائك في المعمل وايضا المحافظة على المواد والاجهزة المختلفة اللي موجودة في داخل المعمل وعدم تعرضها للتلف او للكسر واحنا مع بعض في حلقاتنا باستمرار بنستعرض اهم الارشادات الواجب مراعاعتها عند التعامل او عند العمل في معامل الاحياء او حتى معامل العلوم المختلفة طبعا معايير الاداء عرفناها مخرجات التعلم عرفناها هيبقى ناقص حاجة واحدة بس اللي هي ادلة التعلم لما يجيلك واحدة من الوحدات لابد ان تكون مطالعا وده دور بقى المقيم او المدرب انه يطلع الطالب على ادوات التقييم المطلوبة منه في كل مخرج من مخرجات التعلم واحنا اتفقنا مع بعض انه ادلة التعلم هم نوعين اتنين اما ادلة اساسية او ادلة داعمة الادلة الاساسية لا غنى عنها في عملية التقييم لكي يثبت الطالب ويبرهن انه اصبح جديرا في اي مهمة من المهمات اللي موجودة في مخرجات التعلم اللي بتبقى محتوي عليها الوحدة المعينة من وحدات البرنامج طبعا الادلة الاساسية احنا اتفقنا انه هما ثلاث انواع اما ان تكون دليل اداء في صورة بطاعة ملاحظة او دليل تساؤل في صورة امتحان شفوي او تحريري او دليل مراجعة منتج في صورة بطاعة فحص المنتج طبعا مش كل الوحدات هتلاقي فيها دليل فحص المنتج في وحدات هتلاقي فيها الجزئية دي ووحدات هتلاقيها اما بطاعة ملاحظة او دليل تساؤل والنوع التاني بقى والمهم واللي انا بركز عليه لأعزان الطلبة والطالبات اللي هو الادلة الداعمة الادلة الداعمة المقيم ما عندوش مشكلة ان انت تمتحن او يتم تقييمك بالادلة الاساسية فقط لا الادلة الداعمة دي لمصلحة الطالب اللي هيكون طالب متفوق وطالب مجتهد وطالب جدير بالفعل حيتم تقديم ادلة تثبت انه اصبح جديرا في مخرج التعلم عن طريق الادلة الداعمة اللي بتتمثل اما في صورة صور رقمية بيتم انت تصور نفسك او زميلك يصورك او حتى المقيم ممكن يقوم بالدور ده وبتطبع الصور وبيتم ارفاق الصور بعد ذلك اثناء تهديتك لمخرج التعلم في مرحلة التقييم او حتى في مرحلة التدريب بيتم ارفاقها في البرتوفيليو الخاص بالطالب او اللي احنا بنقول عليه ملف الانجاز كل ما كان ملف الانجاز بتاعك انت تم اجتيازك لمخرج التعلم من المرة الاولى لم تخفق ولم تكون غير جدير في احد المرات وايضا لما تكون غير متغيب عن التقييم الا بعذر مقبول من ادارة المؤسسة التعليمية او تكون ايضا مقدم بقدر الامكان اكبر عدد ممكن من ادلة التعلم الداعمة اللي احنا قلنا اما صور رقمية او فيديوهات او حتى منتجات او منتج من المنتجات انت قمت بعمله وعايز ترفقه في ملف الانجاز ده مقبول جدا وده حيديني صورة ان انت اصبحت طالب جدير في مخرجات التعلم المختلف فيبقى الادلة التعلم بتنقسم لنوعين ادلة اساسية وادلة داعمة تعالوا نشوف ادلة التعلم اللي في مخرج التعلم رقم 3 اللي هو يجهز العينات والنمازج النباتية للفحص هنا بيلزم تقديم دليل اداء واحد في صورة بطاقة ملاحظة للمعايير من 3-1 الى 3-2 وده بياخد مرفق رقم واحد الادلة الداعمة زي ما اتفعنا اما ان تكون في صورة صور رقمية وكل الادلة سواء كان بقى ادلة اساسية او ادلة داعمة بيتم ارفقها في ملف الانجاز الخاص بالطالب لاعمال التقييم والتحقق سواء كان بقى التحقق داخلي او تحقق خارجي تعالوا بقى نستعرض مع بعض اعزائي الطلبة والطالبات اه اه وضع العينات في عبوات مناسبة عبوات العينات بيتم تجهيز العينات لارسالها للمعمل لاجراء عملية الفحص وده بيكون عن طريق وضعها في عبوات مناسبة اه حنستعرضهم مع بعض اه كالتالي اول حاجة بتوضع عينات الجزور مع التربة المحيطة بها في كيس من البلاستيك الاجزاء النباتية الاخرى بتوضع في اكياس اه ورقية وطبعا اه ده علشان اقلل نسبة الرطوبة وبالتالي بمنع اه تعرضها لعملية التعافون من ضمن ايضا اه اه خطوات وضع العينات في العبوات اه عدم وضع عينات المجموع الخضري وده ملحوظة مهمة جدا مع عينات المجموع الجزري في كيس واحد وبتوضع كل عينة منفصلة عن الاخرى الاوراق المصابة بيتم وضعها بين ورق الترشيح وده مهم جدا ليه علشان لونها ما يتغيرش او بيتم تغلفها بأه عن طريق وضعها في ورق الشام من ضمن ايضا خطوات او طرق وضع العينات في العبوات عينة المياه زي ما اتفانى مع بعض بيتم وضعها في عبوات بلاستيكية معقمة وبيتم كتابة البيانات المطلوبة في بطاعة العينات وارفاقها مع العينة لارسالها للمعمل لاجراء عملية الفحص بتوضع العينات في صندوق السلج لنقلها الى المعمل واخنا اخدنا وظيفة كل اداة من الادوات دي معانا في الحلقة الاولى ادي الصور بتبين لك اكياس تعبية العينات سواء كانت اكياس بلاستيكية او اكياس ورقية طبعا المجموع الخضري لابد من وضعه في اكياس ورقية لتقليل نسبة الرطوبة ادي ورق الشمع كل الحاجات دي احنا استعرضناها مع بعض في مخرج التعلم رقم واحد ورق الشمع بيتم استخدامه لتغليف الاجزاء النباتية كالاوراق علشان امنع الورقة من انها تغير لونها من اللون الاخضر الى لون اخر طرق حفظ العينات عندي طرق عديدة ومتنوعة لحفظ العينات بتشمل العديد من الوسائل اول وسيلة عندي بتحفظ العينات النباتية في مكان بارد بشرط عدم اجراء عملية التجميد بتوضع العشاب في اكياس من الورق بشرط ان الكيس يكون مفتوح برضو لتقليل نسبة الرطوبة الدرانات والابصال والسيقان بيتم لفها بورق الشمع وبتحفظ في مكان بارد لحين اجراء عملية الفحص عينات المياه بيتم حفظها باردة على درجة نقط ممكن تتعرض لسؤال اكمل في الامتحان التحريري على درجة عشرة الى خمستاشر درجة ماوية او ممكن حتى المقيم يسألك الجزئية دي وانت بتتم تقييمك في بطاعة الملاحظة كسؤال شافوي على درجة عشرة الى خمستاشر درجة ماوية وبيتم اجراء الاختبارات عليها خلال ست ساعات من عملية الجمع الاجزاء النباتية المصابة بالنيماتودة بتحفظ عيناتها في محلول الفورمالين تركيزه خمسة في المية او الكحول تركيزه سبعين في المية طبعا العينات اللي بتكون محتوية على انسجة حيوانية او انسجة نباتية لابد من التعامل معها بحذر لعدم تعرضها للتلف اثناء حتى اخذ العينة لحين اجراء عملية الفحص طبعا انا عندي الانسجة النباتية المختلفة سواء كان انسجة برانشيمية او كولانشيمية او سكالارانشيمية او حتى عينة الجزر او التربة او الاوراق او حتى السمار لابد من التعامل معها ووضعها في العبوة المناسبة لها لحين نقلها للمعمل لاجراء عملية الفحص سواء بقى كان فحص تحت الميكروسكوب او فحص ظاهري او حتى اجراء عملية دراسة تشريحية للعينات المختلفة سواء كانت نيماتودة سواء كانت عينة نباتية ايا كان نوع العينة طبعا النيماتودة زي ما انتم عارفين هي كائنات بتتبع المملكة الحيوانية شكلها بيكون تابعة لفايلة نيماتودة او قبيلة الددان الاستوانية بتتحرك حركة السعبانية علشان كده اطلقوا عليها الددان الاستوانية او الددان السعبانية بتعيش في التربة او داخل جزور النباتات وبتؤدي الى احداث العديد من الامراض والخسائر للمحاصيل المختلفة سواء كان محاصيل استراتيجية زي القمح والارز والشعير وخلافه او حتى محاصيل الخضر او محاصيل الفكهة فلابد من اخذ عينة باستمرار من الاجزاء المصابة وحفظها في الفورمالين او الكحول بالتركيزات المنصوصة عليها الفورمالين خمسة في المية والكحول سبعين في المية لحين ارسالها للمعمل وفحصها عينة المياه سواء كان عينة المياه من الصنبور او عينة المياه جوفية او حتى مياه النهر بيتم وضعها في زجاجة اخذ العينات بالطريقة اللي احنا تعلمناها مع بعض وضربنا عليها وبعد كده لابد من فحصها خلال ست ساعات من اخذ العينة لعدم تغير الصفات الطبيعية والظاهرية والكيميائية لعينة المياه تعالوا بقى نستعرض مع بعض اعزانا الطلبة والطلبات تدريب عملي بيقولك قم بتعبية العينات الاتية في العبوات المناسبة عينة من الجزور احنا اتفقنا عينة الجزور يبقى كياس من البلاستيك عينة من الاوراق كيس ورق حتى من اسمها بعد وضعها بين ورقتين ترشيح او تغلفها بورق الشمع عينة المياه عينة المياه بيتم تعبياتها في عبوات بلاستيكية معقمة او حتى في عبوات زجاجية معقمة ده بقى بطاقة البيانات اللي بيتم ارفقها بالعينة او النموذج لحين اجراء عملية الفحص طيب انا البطاقة دي لازم اكون عارف محتواتها كويس جدا وعارف ازاي اتعامل معها بيتم تدوين اسم المزرعة اللي ماخوز منها العينة وعنوان المزرعة وتليفون المزرعة واسم المحصول المنزرع في الارض وتاريخ الزراعة واسم الصنف المنزرع وبنحدد بقى مظاهر الاجزاء النباتية المصابة لو انا عندي جزور يعني اخد عينة من الجز هيتم تصنيف الجزر ده اما ان تكون الجزور طبيعية يعني مالغاش مظهر اصابة او جزور ضعيفة او يوجد عليها تضارونات او حتى اعفان الجزور اي اي مظهر من الاربعة دول موجودين عندي اللي موجود بروح حاطة جنبه علامة صح وبالتالي ده بيحدد نوع الاصابة اللي موجودة على الجزر لو كان عندي الساق برضو نفس الطريقة لو كان عندي الساق خالية من الاصابة بحط علامة صح قدام كلمة طبيعية لو كان عندي بقع لو كان عندي تقرحات او تضارونات بضع العلامة المناسبة لكل نوع الازهار لو كان الطبيعية او عليها بقع او تقرحات او اعفان او تبركش برضو بحط العلامة او بحدد نوع الاصابة عن طريق وضع اشارة تدل انه الظهرة مصابة بايه نوع من الامراض السمار نفس الكلام لو كانت سمار طبيعية او عليها تبقعات برضو من ضمن الخانات اللي موجودة في بطاعة البيانات انتشار الاصابة لو عندي انتشار الاصابة في صورة نباتات متفرقة او مجميع نباتية او على معظم النباتات او الاصابة بتكون موجودة على الاوراق السفلية او بتكون موجودة على الاوراق العلوية بيتم تحديد نوع الاصابة او مدى انتشار الاصابة عن طريق وضع علامة صح أمام العبارة اللي موجودة تاريخ ظهور الأعراض تاريخ ظهور بعد أيام ولا بعد أسابيع ولا بعد أشهر بيتم برضو تدوين التاريخ الظروف المناخية الملائمة لانتشار المرض إما الحرارة تكون مرتفعة أو منخفضة أو رطوبة مرتفعة أو وجود رياح نوع التربة المنزرعة فيها النبات أو مأخوذ منها عينة التربة إما أن تكون تربة طينية أو رملية أو ملحية أو تربة البيتموس طبعاً دي طبعاً بيكون عاملين احنا تحليل كيميائي أو بنقول عليه تحليل ميكانيكي لنوع التربة قبل إجراء عملية الزراع المعاملات الكيميائية للمحصول هل تم إجراء علاج كيميائي للمحصول عن طريق استخدام بزور معاملة بالمطاهرات الفطرية أو مطاهرات فطرية للتربة أو مبيدات حشائش أو حتى أسمدة كيميائية كل ده بتم تدوين وأعزاء طلبة أويق الطالبات على بطاقة البيانات على العينات ولازم حضرتك تكون مضرب ومؤهل جيداً للتعامل مع بطاقة البيانات اللي بتم إرفقها مع عينة المأخوذة من المزرعة طبعاً حضرتك وكلكم أعزاء الطلبة أويق الطالبات حتكونوا مؤهلين بعد نهاية البرنامج اللي موجود في المؤسسة التعليمية سوى بقى كان فن معمل أو فن حاصلات أو حتى فن محاصيل أي أن كان نوع البرنامج أو فن تصنيع حتكون مؤهل للقيام بالأعمال اللي تم تدريبك عليها مباشرةً بعد حصولك على الشهادة التي تثبت أنك أصبحت مؤهلاً للالتحاق بسوء العمل أو حتى أن أنت تكمل فترة دراستك الجامعية بعد نهاية التقييم أو بعد عمل التقييم النهائي للبرنامج وحصولك على الدرجة المؤهلة للتحاقك بالجامعات المصرية طبعاً منظومة الجدرات منظومة مهمة جداً لأن هي بتعمل نقلة نوعية في نظام التعليم الفني في جمهورية مصر العربية كلنا على استعداد تام لإنجاح المنظومة بصورة أو بأخرى في مؤسساتنا التعليمية وكل واحد فينا يؤدي دوره بمنتهى الكفاءة وبزل المزيد من الجهد لإنجاح منظومة الجدرات المهنية لأنه بالفعل هي بتعمل أو بتحقق المعادلة الصعبة بين المنتج التعليمي اللي هو الطالب المتخرج من المدارس الفنية بنوعيتها المختلفة سواء كان صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي واحتياجات سوء العمل سواء سوء العمل المحلي أو سوء العمل العالمي طبعاً الطالب لما يتخرج من عندنا هيكون مدرب باستمرار وخلاص بقى عنده المهمات اللي موجودة في المصانع أو في المزارع أو في الفنادق أو في الأماكن الصحية وهو خلاص أصبح مدرب على أداها باستمرار والتدريب ثم التدريب ثم التدريب هو الوسيلة المهمة جداً لخلق فكرة مختلفة عن التعليم الفني لأن التعليم الفني بالفعل ليست شعارات يتم ترديدها هو قاطرة التنمية في معظم دول العالم وإحنا من هنا في مصر يعني الحكومة المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية تنبهوا لأن التعليم الفني بالفعل هو الركيزة الأساسية اللي بتحقق التنمية على جميع الأصائد سواء كان المجال الزراعي أو المجال الصناعي أو حتى المجال السياحي كلنا تعبنا في إعداد المنظومة وإعداد الوحدات وبننتظر من المؤسسات التعليمية التطبيق السليم للوحدات البرنامج المختلفة والتدريب المستمر لطلابنا الأعزاء علشان نحقق يعني تغيير كامل في منظومة التعليم الفني بإذن الله إحنا لما يكون عندنا طلاب مطلوب منهم أنهما ياخدوا أو يقوموا بيأخذ عينة بيكون مع كل عينة من العينات بطاقة اسمها بطاقة البيانات بطاقة البيانات دي بتختلف الخانات بتاعتها أو البيانات بتاعتها من عينة إلى أخرى عينة المياه بيكون لها بيانات مختلفة عن عينة التربة أو بيانات مختلفة عن عينة المسببات المرضية على المحاصيل المختلفة هو هكذا يبقى كل بطاقة من البطاقة ولكن في الغالب البيانات الأساسية بتكون واحدة اللي هي التاريخ مكان أخذ العينة القائم أو اسم القائم بأخذ العينة والغرض من أخذ العينة والمكان المرسل إليه وهكذا يعني الخانات الأساسية أو البيانات الأساسية اللي بتكون موجودة في البطاقة لا تختلف عن عينة عن الأخرى إلا في أشياء بسيطة على حسب نوع العينة اللي تم أخذها تعالوا بقى نستعرض مع بعض أعزائنا الطلبة والطلبات التدريب العملي رقم سبعة بيقولك عزيز الطالب قم بملء بطاقة العينات من خلال العينة التي أمامك بيتم بقى على حضرتك إجراء عملية عرض جانبي لعينة على حسب ظروف نوع الإصابة وحضرتك بقى بتقوم بتدوين ضع عينات الجزور مع جزء من التربة في كيس بلاستيك ضع العينات الخضرية في كيس ورقي ضع الأوراق النباتية بين ورقتين ترشيح وضع عينات المياه في عبوات بلاستيكية معقمة وهنا بقى هو املأ بيانات بطاقة العينات وفقا لبنود البطاقة وبعد كده قم بإرفاق يعني كلمة إرفاق اللي هي يعني نقصد بها لصق أو تسبيت البطاقة البيانات بالعينة وفقا لمتطلبات عملية فحص العينات تعالوا بقى نستعرض مع بعض عزاء الطلبة أو الطلبات بطاقة الأداء للمخرج التعلم رقم 3 اللي هي بطاقة أداء في صورة بطاقة أو دليل أداء في صورة بطاقة ملاحظة يجهز العينات والنماذج النباتية للفحص طبعا كلنا تعودنا على شكل بطاقة الملاحظة التقييم بيكون لفرصتين والفرصة الأولى بتتم في نهاية المخرج بعد إجراء عملية التدريس والتدريب والفرصة الثانية بتتم بعد الفرصة الأولى أو خلال أسبوع من الفرصة الأولى وبيتم تدوين تاريخ التقييم وأيضا بيتم التوقيع من قبل المقيم الذي قام بتقييمك وتعالوا بقى نستعرض مخرج رقم 3 بيتم تدوينه في أعلى البطاقة اللي هو يجهز العينات والنماذج النباتية للفحص المعيار رقم 3-1 يضع العينات في عبوات مناسبة وفقا لطبيعة العينة طبعا معيار الأداء ده بيتم تنفيذه من خلال خطوات هي يضع عينات الجزور مع جزء من التربة في كيس بلاستيك وفقا لشروط تعبات العينات يضع العينات الخضرية في كيس ورقي وفقا لشروط تعبات العينات ويضع الأوراق النباتية بين ورقتين ترشيح وفقا لشروط حفظ العينات ويضع عينات المياه في عبوات بلاستيكية معقمة وفقا لشروط تعبات العينات طبعا أعزاء الطلبة والطلبات في جزئية مهمة حابب أننا أنبهكوا لها في بطاعة الملاحظة في أشياء بتكون مطلوبة منك ولكن لا يتم تدونها في البطاقة ولكن حضرتك لو ما التزمتش بهذه الأشياء المطلوبة منك فده بتأثر على عملية التقييم وقد تصبح غير جدير في مخرج التعلم نتيجة عدم التزامك بجزئية مهمة جدا اللي هي يطبق الطالب قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذه لعملية التقييم في مخرج التعلم رقم 3 وإن كانت غير مدونة فطبعا بناء عليه هيتبقى طالب غير جدير وبالتالي هتخسر الفرصة الأولى في عملية التقييم بتعرض نفسك للخطر لأنها زي ما قلت لكم في نهاية البرنامج اللي هو في نهاية سنوات الدراسة سواء كان 3 سنين أو 5 سنوات أنت حيتم تقييمك تقييم نهائي لنقدر نقول لعملية يعني جعل كلمة جدير وغير جدير تتحول بصورة أو بأخرى إلى درجات علشان تؤهلك للالتحاق بجامعات البرتوفوليو بتاعك هيكون عليه 100 درجة لازم تكون أنت اجتست لعمليات التقييم من الفرصة الأولى وغير متغيب بالكلية وأيضا تكون مقدم دليل الأداء والأدلة الداعمة التي تثبت وتبرهن أنك أصبحت جديرا في مخرج التعلم تعالوا بقى نستعرض آخر جزئية معنا في حلقة النهاردة اللي هو المعيار رقم 3-2 يضع بطاقة البيانات على العينات وفقا لنموذج بطاقة البيانات ده أول حاجة عندنا أنه يملأ بيانات بطاقة العينات وفقا لبنوذ البطاقة ويرفق بطاقة البيانات بالعينة وفقا لمتطلبات فحص العينات وبيتم بقى التوقيع من قبل المقيم والمحقق الخاري والمحقق الداخلي لو أنتم حابين تعرفوا مخرج التعلم رقم 4 يبقى لازم تنتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة احنا خدنا مع بعض في حلقة النهاردة باقي مخرج التعلم رقم 2 اللي هو طرق أخذ العينات في المعمل ومخرج التعلم رقم 3 اللي هو يجهز العينات والنمازج النباتية للفحص وعرفنا كيفية تجهيز العينات وأيضا كيفية ملء بطاقة البيانات وارفقها على العينات والنمازج للفحص بكده عزاء الطلبة ويطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته